إلى ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيليا يتجهت الأنظار سوب الجران ديربي أو ديربي الأندلس بين الغريمين التقليديين إشبيليا وجاره ريال بيتيز في افتتاح المرحلة الثامنة والعشرين من الدور الإسباني لكرة القدم والأولى في استئناف الليغة المعلقة منذ قرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد وكانت ديربي مقررا في الخامس عشر من مارس الماضي بيد أن تفشي الفيروس حال دون ذلك وانتظر الفريقان قرابة ثلاثة أشهر ليتواجه على الملعب ذاته ولكن هذه المرة بدون جمهور الذي تابع المباراة من المقاهي بنفس الحماسي والإثارة ويكتسل جران ديربي أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين بالنظر إلى الندية الكبيرة بينهما منذ زمن بعيد وعادت الحياة للليغة الإسبانية بانتصار ثامن لإشبيليا على أرضه أمام ريال بيتيز بثنائية نظيفة في ديربي الأندلس ضمن الجولة الثامنة والعشرين من بطولة دور الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في أول مباراة منذ توقف المسابقة قبل ثلاثة أشهر بسبب الجائحة ورفع إشبيليا رسده إلى خمسين نقطة ليعزز من احتلاله للمركز الثالث ويقلس الفريقة مع برشلون المتصدر إلى ثماني نقاط مبتعدا عن ريال سوسداد وختافي بأربع نقاط في حين تجمد رسيد بيتيز عند ثلاث وثلاثين نقطة في المركز الثاني عشر موسيقى